الكابتن محمد أبو تريكا بالمناسبة كمان لأن محمد صلاح إذا كان محمد صلاح قدم نموزجا طيبا محمد أبو تريكا أيضا رفع اسم مصر عاليا ووفقا لمصادر قضائية إن كان بالفعل نيابة النقد أوسط برفع اسم أبو تريكا من قوائم الإرهاب ده حسب معلمت من مصادر قانونية أنه ليس ملزما لمحكمة النقد يعني يمكن لمحكمة النقد أن تأخذ به أو لا تأخذ لكن يعني أتمنى طبعا القانون قانون يعني محمد أبو تريكا رفع اسم مصر عاليا ولا يتخيل أحد أبدا فكرة الاتهمات الموجهة إليه يعني يعني ممكن تكون حتى تصيب كل من عشق أبو تريكا وما قدمه من إنجازات في الملاعب أبو تريكا حتى علق على ده وبدأ الناس حتى يعلقوا في انتظار إنه اليوم اللي يمكن أن يأتي فيه الكابتن محمد أبو تريكا إلى مصر وهو يعني يبدو أن حالة التفتيش في وطنيته دفعته أنه يكتب علم مصر ستة أعلانه علم مصر علم مصر علم مصر وقال قريبا يعني قريبا سيأتي إلى مصر إن شاء الله يعود الكابتن محمد أبو تريكا إلى مصر وحيعود طبعا بالقانون وكلنا ثقة في القضاء المصري وإذا كانت نيابة النقط زي ما قلت أوسط بذلك فده مطروك للمحكمة في النهاية